ولو أننا مسكنا الطريق الواحد من تلك الطرق المتعددة التي يذكرونها لوجدناه أيضا فيه ما فيه من الاختلالات إذا ماقسناه بالواقع إذا ماقسناه بالواقع التاريخي فالشورى مثلا هذه المزعومة لم نجد لها انطباقا على فرض صحتها على فرض أن الشارع أو الشرع جعلها طريقا لتعيين الخليفة هذه الشورى متى تحققت؟ إن قلتم تحققت في تعيين أبي بكر رد مقالتكم هذه اعتراف عمر بنفسه بأن هذه الخلافة أبي بكر إنما كانت فلتة وقالله شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه فمن بايع رجلا بغير مشورة من المسلمين فلا يفعل تغرة أن يقتلى مضمون كلام عمر المعروف في الصحاح والمسانيد وكتب الأثر معنى كلام عمر هذا أن أبا بكر حين وصل إلى الحكم ما وصل عن طريق الشورى وصل عن طريق الفلتة ولذلك هو يحذر يقول لا أحد يفعل ذلك من ذي قبل إذا أحد فعل ذلك بغير مشورة من المسلمين أي أن أبا بكر جاء بغير مشورة إن قلتم عمر جاء عن طريق الشورى فهذا مما يضحك الثكلة لأنه لا خلاف بين أحد من المسلمين أن أبا بكر هو الذي عين عمر في الكتاب الشهير الذي نشره عمر بين المسلمين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد وقال لهم أطيعوا خليفة رسول الله وفي ذلك الكتاب يقول أبا بكر صراحة إني وليت عليكم عمر بن الخطاب إذن كان نصا وتعينا ولم تكن هناك شورى إن قلت عثمان فيقال لك هذه الشورى المزعومة التي جاء بها عثمان إلى الحكم وإلى ما تسمونه خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله كم كان عدد المشتركين فيها في تلك الشورى ستة أفراد فقط ماذا عن باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله من المهاجرين والأنصار لماذا لم تأخذ أصواتهم في هذه الشورى ماذا عن بقية المسلمين لماذا لم تأخذ أصواتهم في هذه الشورى لو اليوم نحن مثلا وجدنا دولة تدعي أنها ديمقراطية وأن الحاكم وصل عبر صناديق الاقتراع وبانتخابات حرة أي بشورى في الإصطلاح التراثي الإسلامي وحين فتشنا وجدنا أن الذين كان يحق لهم الانتخاب هم فقط فئة من الشعب لا كل الشعب فئة مقربة مثلا من الحاكم أو الفئة الارسترقاطية أو البرجوازية مثلا أو عنصر معين أو طائفة معينة كما لو ضربنا مثالا مثلا بجنوب أفريقيا في أيام نظام الفصل العنصري من ذي قبل من الذي كان يحق له أن ينتخب ويرشح نفسه ويصل إلى سدة الحكم هم فقط طائفة من الشعب وهم ذو العنصر الأبيض أما العنصر الأسود فكان لا يحق له ذلك ذلك فهل يقال حينئذ أن هذه دولة ديمقراطية وأن الانتخابات كانت ديمقراطية وأن هذه هي الشورى الإسلامية الرائعة فما ظنك لو كان عدد الذين يحق لهم التصويت هم فقط ستة أفراد ستة فقط أية شورى هذه هذه ليست بشورى هذه هذا حرمان لبقية المسلمين من حقهم أنتم تقولون إن قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم معناه أن للمسلمين لأن الآية لم تخصص لم تقل لستة أفراد أمرهم شورى بينهم لعموم المسلمين كل المسلمين لهم الحق في أمرهم أن يتشاوروا وأن يعينوا حاكما عليهم بالاختيار وبالتراضي أنتم هذا الذي تقولونه يا أصحاب هذا الاتجاه فلماذا لم يلتزم به عمر بن الخطاب لما عين ستة أفراد فقط وقال هم الذين يحق لهم أن يختاروا الخليفة من بعدي مضافا إلى زوائد ذلك مما يعتبر إمعانا في الافتئات وفي الظلم بل وفي الإرهاب كقوله إذا اتفق خمسة منهم ومانع واحد فاضربوا عنق هذا الواحد وإذا اتفق أربعة ومانع اثنان فاضربوا عنق الاثنين وإذا اتفق ثلاثة وفي مقابلهم ثلاثة فخذوا جانبا الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف فكلام عجيب غريب أحكام ما أنزل الله بها من سلطان وعمر هو هكذا يصدر فتاويه بالقتل بضرب الأعناق بيعة أبي بكر كانت فلتة فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه يعني أنا يحق لي أن أقوم بهذه الفلتة إذ عينت أبا بكر في السقيفة أو دعوت لخلافته وكانت فلتة لكن غيري ليس له حق إذا فعل نفس الفعل الذي أنا فعلته فحكمه الإعدام وستة يتشاورون فإذا كان هناك رأي واحد مخالف أو رأيان مخالفان فحكمهما كذلك الإعدام والقتل بل حكم عليهم جميعا بالقتل إذا تأخرت تأخر قرارهم عن ثلاثة أيام قال إذا هؤلاء الستة تأخروا أكثر من ثلاثة أيام ولم يعينوا خليفة اضربوا أعناقهم جميعا 厚ي شكرا